قالت صحيفة واشنطن بوست أن الإدارة الأمريكية حذرت رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بن يمين نتنياهو من تكرار عدوانها الوحشي على جنوب إقضاع غزة لوجود أكثر من مليون فلسطيني هناك بالمقابل رد نتنياهو بحسب الصحيفة أن الإسرائيليين لن يقبلوا بوقف العملية العسكرية قبل تنفيذ الأهداف المعلنة للحرب وعلى رأسها إنهاء حماس كما يزعم ووسط هذه التسريبات تتصاعد التساؤلات عن ملامح مرحلة المقبلة على غزة بالحديث أكثر نرحب بالخبير العسكري والاستراتيجي ضيف الله الدبوب أهلا بك سيد ضيف الله أهلا بك صباح الخير يا ستي لن تتوقف العملية العسكرية حتى القضاء على حماس هل هذا قابل للتطبيق أن يقضي على حماس يا سيدي إذا كان قابل للتطبيق فيحتاج إلى فترة طويلة أولا علينا أن ننتبه الآن أن هناك خلافات واسعة هذا في بداية حتى العمل العسكري يعتمد على العمل السياسي فعلينا أن نعتقد الآن أو نعتمد أن هناك خلافات واسعة بين وزير الدفاع وبين بني جاتس اللي هو من المعارضة في مجلس الحرب وبين نتنياهو إذا لاحظنا أنه كل واحد بدأ يعمل مؤتمر صحفي لوحده ولليت البارحة نتنياهو قال أنا طلبت أن أعمل مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع لكن له ما أشاء أي هناك في خلافات الخلافات كانت تتلخص هل نستمر بالعملية العسكرية أو أنه نستمر في الهدنة التي سحبا يومة ليلة البارحة أصدر نتنياهو أوامر بسحب الوفد الموساد من عمليات المفاوضة وكان انتهت الآن المفاوضة مع حماس ليلة البارحة فالآن الخلاف هذا راح ينقلب على الوضع العسكري الوضع العسكري العسكريين كوزير الدفاع يريد أن ينهي العملية العسكرية حتى نقرأ الذي طفى على السطح يوم أمس عندما تحدث نتنياهو أنه طلب من جلنت أن يكون بمؤتمر لكنه ذهب إلى ما ذهب كما قال طيب نتنياهو يريد أن يقاتل حتى آخر جندي نعم أما قالنت يعلم أن غزة فعليا ستبتلع جنوده نعم أن الفاتورة التي يكفحها هي فاتورة عالية جدا وعلي أن يتجه إلى عمليات الصلح وعمليات السلام فلكن نتنياهو ووزير الدفاع أيضا مصرين على العمل العسكري حتى ينهي هذه المهمة طبعا هو لازال مصر على مهمته إنهاء حركة حماس استرداد المحتجزين ومن ثم جعل منطقة غزة هي منزوعة الصلاح الرئيس الفرنسي قبل ساعات قليلة قال إنه إنهاء حماس يحتاج إلى عشر سنوات إلى عشر سنوات نعم هذا ما تحدث بي الرئيس الفرنسي لأنه الموجود الآن الذي يبدأ يطفو على السطح هو قدرة المقاومة على المقاومة طيب بخبرتك في هذا الكيان المحتل هل يستطيع أن يصمد لمعركة تمتد لسنواته لا هو حكي عشر سنوات هذا الحكي غير منطق بالنسبة لا لإسرائيل ولا للشعب الإسرائيلي ولا للعالم بأجمعه إسرائيل نعم لديها قطاعات عسكرية ولديها أسلحة إذا شفنا إحنا الآن اختلفت بعد الهدنة عادوا إلى أذهاننا 7 أكتوبر 8 أكتوبر 9 أكتوبر 10 أكتوبر الثلاث أيام التي أتت بعد عملية الطوافان الأقصى الهستيريا التي قصفت فيها إسرائيل مناطق غزة الآن إحنا قاعدين أن المشهد يتكرر مرة أخرى في غزة كل المناطق في غزة تتعرض الآن إلى قصف شديد جدا وبالأخص المنطقة الجنوبية خان يونس دير البلح رفح هذه المناطق المغازي المنطقة الوسطى كل هذه المناطق تتعرض الآن إلى قصف شديد جدا وبالمقابل أيضا لا زالت إسرائيل أحتلت جزء من غزة ولكن السيطرة غير موجودة السيطرة غير متوفرة السبب لماذا لا توجد سيطرة وسؤالي لك وأنت قائد عسكري سابق هل تقرأ مما يحدث على الأرض وجود خطة عسكرية هل هناك شيء قابل للقراءة على الأرض من قصف بيوت مدنيين دائما العمليات القتال في المناطق المبنية لا يحكمها قواعد قتال لا يحكمها خطة عسكرية يحكمها وخاصة في إسرائيل إسرائيل تعتمد دائما وأبدا الأمر والتخطيط المركزي والتنفيذ لا مركزي يعني بدنا نحتل غزة الآن يتركوا للقادة الصغار كيف ممكن يقوم بالعمليات وهذه تتطور مع تطورات الموقف مع تطورات الموقف الموجود لهم الآن إسرائيل أخذت قناعة أن منطقة غزة هي مقبرة أن شمال غزة هو مقبرة أن شمال غزة لا زال يطلق صواريخ شمال غزة رشقات الصواريخ تخرج ما بين الدبابات الإسرائيلية وهذا فشل ذريع جدا للقيادة الإسرائيلية والسيطرة الإسرائيلية أن هناك لازالت حماس تعمل ضمن المنطقة المحتلة من قبل الدبابات الإسرائيلية شمال غزة غرب غزة هذه مناطق مسيطرة ليست مسيطرة عليها هي محتلة من قبل الدبابات الإسرائيلية ولمسافة كيلو نص داخل الحدود إلا أنها غير مسيطرة عليها لأن الاتجاه نتجه باتجاه الجنوب إسرائيل وجدت الآن أن الخطة العسكرية يجب أن يحدث عليها تعديل التعديل إبقاء الوضع في غزة كما هو قصف شديد جدا فتح كاردورات داخل منطقة غزة وإذا شفت المربعات اللي عملوها هذه الآية لم تعمل من أجل المنطقة الآمن لا هذه فيها خطة عسكرية لأنه إذا قرأتها أنت كعسكري بشكل جيد تجد أن هذه هي من أجل يعني ثلاث تالاف نمرة ثلاث تالاف رقم نعم منها ثلاث مئة ستين كيرو يعني كل مئة متر في مربع هل المئة متر المئة متر هي آمنة؟ دائما مسافات الأمان للقنابل من مئتين إلى خمسمائة متر هذا حتى أنا أستطيع أحمي جندية يجب على الطائرة أن تقصف هدف يبعد عني خمسمائة متر يعني نسقيله حتى أنا أحمي جنودي فهذه هي من أجل العمليات اللاحقة وحتى جنودها لأنه بلشت هي تفقد من جنودها وإذا تبهنا ودرسناها كويس نجد أنها بدأت رقم واحد في الجنوب من عند رفح بدأوا بالترقيم لهذه المربعات ثم اتجهوا إلى الشمال وبدأت الأرقام تتداخل في بعضها دلالة على أنهم بدون يعملوا عملية تموي يعني قبل قليل احتلال أعلن عن سقوط جنديين أحدهما ضابط خلال المعارك في قطاع غزة هذا ليلة أمس هذا ما يعلن هو عنه لكن ما نشاهده في الفيديوهات هو أكبر من هيك أكبر من هيك طيب يتوجه إلى الجنوب لماذا؟ يتوجه إلى الجنوب لأنه شاهد فشله في الشمال لأنه أطلقت يوم أمس رشقة بعشرات الصبريخ من مناطق الشمال التي يقول أنه سيطر عليها وتم تسليم بعض الأسرى في الشمال أيضا وهو موجود هناك ويفتش في ساحة فلسطين ولا يعلم عن وجودهم ولا عن وجود أسر هل يبحث الاحتلال عن أي نصر أسكري أي نجاح هو الآن يبحث عن أي نجاح أينما ذهب يبحث أي نجاح المنطقة الرخوة والمنطقة السهلة عملياتيا من اليوم الأول تحدثنا أنها المنطقة الجنوبية وأنها التي تقع ما بين مدينة خانيونس كمدينة وما بين الوادي الذي يقطع قطاع غزة إلى نصفين وهي منطقة الوسطى والشمال المنطقة الجنوبية هذه المنطقة المنطقة الرخوة هي المنطقة الغير مبنية سكانها لا فيه باب بناية بسكانها قلال تستطيع الدبابات أن تتحرك فيها لا عوائق بصرية نعم نعم إذا إسرائيل إذا ما اعتمدت على السلاح الجو والسلاح المدرع هي فاشلة هي تفشل هي لم تحقق أي نجاح لأنه دباباتها لا تستطيع تتحرك داخل مدينة غزة إنما المقاتل يستطيع أن يتحرك من أي منطقة يستطيع أن لازالت حتى لو احتلت غزة كاملة سنجد لو بعد سنتين سنجد هناك دبابات تتدمر ونجد هناك في مقاومة تتدمر لأن المقاومة في روح للمقاومة روح المقاومة موجودة مع المقاومة العربية موجودة مع مقاومة حماس مهما أنت سيطرت على هذه المنطقة لا بد أن تخرج الرجال المقاومة من مناطق أنت لا تتوقعها فالجنوب الجنوب سهل الآن أن تتقدم فيها القوات الإسرائيلية والآن القوات الإسرائيلية موجودة شمال خلنا نحكي شمال الوادي غزة وهي المنطقة اللي من حي الزيتون باتجاه تل الهواء هذه المنطقة هاي المنطقة من الزيتون تل الهواء وهي تحاذي لوادي غزة هاي محتلة الآن من القوات الإسرائيلية موجود في القوات الإسرائيلية وإذا احتل المنطقة الجنوبية من هذا الوادي إذن أصبح هم يسيطروا على كاردور كبير جدا جاهز على العمل إما باتجاه اليمين أو باتجاه الشمال لكن هذه الكاريدور كما أسميته لن يؤثر على المقاومة وعلى عملها أكيد المقاومة مستمرة المقاومة مستمرة وأثبتت على أنها لديها في جعبتها الكثير الكثير مما تخرجه لمقاومة الجيش الإسرائيلي هناك أمامهم فترة طويلة ولكن لن تتعدى الأشهر لأن الأمريكان أو الرئيس الأمريكي ووزير الخارجي الأمريكي أعطوا وقال لأن الآن الضغوط تتزايد فإذا أنت بدك تحقق مهمتك عليك أن تعجل بالعمليات العسكرية لذلك القصف المجنون هذا هو من أجل التعجيل للعمليات العسكرية الآن إحنا في مرحلة كسر عظم ما بين رجال المقاومة وما بين القوات الإسرائيلية كسر عظم من يقول أخ أولا إذن الصمود هو الأساس نعم أخ لا هو العنوان الأسيسي والرئيسي في المقاومة الصمود ولديهم الكثير ولديهم الكثير ولا لديهم لا حول ولا قوة إلا يقاع أكبر خسائر في القوات الإسرائيلية وإذا شفنا سيدي إحنا أكثر الضباط هم أكثر قتلهم ضباط إسرائيل الاحتياط عندها ملازم ممكن يكون ملازم جامعي بيجيبوا بيسلموا دبابة بيكونوا قائد دبابة فنجد أنه أنه دائما وأبدا أكثر الإصابات تكون في الضباط لأنه الجندي جبان فمن يتقدم أولا الضبط في إسرائيل حتى أن لا يقال عنه كما حدث مع قائد السرية وحكمه وعزل السريته وهرب من الموقع لأنه لم يجد غطاء جوي لعملية العسكرية يعني بدون غطاء جوي دنيا شتاء بدون لحاف أنت لا تدفي فهم بدون غطاء جوي لا يمكن أن يتقدموا أو يعملوا أي عمل عسكري ناجح وهذا الآن كما تحدثنا دائما فاتورة غزة عالية جدا لإسرائيل ولكن العند الإسرائيلي والصرف الإسرائيلي والإجرام الإسرائيلي مصر على على تنهاء المهمات التي كلفت بها القيادة العسكرية من القيادة السياسية طيب نحن كمدنيين نرى أن استراتيجية المقاومة مدروسة وقوية وعندما تقول كلمة تنفذها نرى أن أداءهم العسكري عالي جدا كعسكري أنت كيف تقرأ أداء المقاومة على الأرض أبدعت المقاومة في كل ما تعمله وقياداتها منذ أن وضعوا الخطة لطوفان الأقصى أقتنع أن هناك في قيادات تعمل بشكل صحيح طبعا هو عن العلم العسكري المدنيين لا أحنا شعبنا الأردني كله شعبنا العربي كله عسكري كل من يعني الآن أنت ماشي بالشارع تلاقي مدني وعادي بيحللك تحليل عسكري أكثر من أي جنرال في القوات المسلحة فأحنا كنا الآن في العسكرية في دمنا نحن حاصرنا حروب نحن حاصرنا عمليات عسكرية فالمقاومة هي العلم العسكري يدرس تدريس والشجاعة هي من ذات الشخص فهم لديهم العلم والتدريس والقيادة الناجحة يعني الضيف هذا مبدع في كل عمليات سواء في التصنيع سواء في التخطيط من خطط لعملية طوفان الأقصى يستطيع أن يخطط لعمليات إسقاط أكبر خسائر في القوات الإسرائيلية لازالت القوامة المقاومة تعمل وكأنه اليوم الأول من القتال لا يوجد أي تراجع لا يوجد أي تخاذل لازالت إسرائيل تقسر دبابات لازالت إسرائيل تقسر أفراد لازالت المقاومة تصدر فيديوهات ترفع الراس من أفضل الفيديوهات اللي قاعدين يشاهدها من أفضل العمليات البطولية والشجاء والتي تعتمد على الشراء لم يتوقع أحد أن تصمد المقاومة لهذه الفترة لم يتوقع الكل كان يراهن على أول أسبوع وأول ثاني أسبوع أن المقاومة ستنهر لكن لا زالت للشهر الثاني أنهينا شهرين في القتال مع القوات الإسرائيلية أنهت المقاومة شهرين لا زالت في عنفوان قوتها أكيد هناك في خسائر أكيد طبعا زي ما يخسر زي إسرائيل ما خسرت عقده وعمده في عمليات العسكرية أكيد هو المقاومة خسرت ولكن يبدو أن خسائرهم طفيفة لا تؤثر على عملياتهم العسكرية ولا تؤثر على العقيدة ولا تؤثر على العقيدة القتالية لأنه أنا حلقيت أكثر من مرة من هدم بيته وأطفاله استشهدوا وأقاربه استشهدوا لم يبقى أمامه إلا الشهادة طيب سيدي أعود دائما عندما أستضيفك إلى موضوع الأخلاق العسكرية يعني عندما تتابع الصور التي تأتي من قطع غزة لننتحدث فقط عن الصور ما بعد الهدنة نعم واستئناف القتال يعني صور يعني تقشعر لها الأبدان صور أطفال صور لساء يعني نادر ما يظهر شاب حتى مصاب دائما أطفال وأشلاء ودماء من يقصف من يقتل الطيار عندما يضرب هذا الصاروخ المدفعية عندما يضرب هذه القذيفة يعني أين الأخلاق العسكرية فيما يفعلون وعندما يروا نتائج أفعالهم يسيد التجارب أثبتت أنه لا أخلاق عسكرية لدى الجيش الإسرائيلي هكذا التجارب أثبتت وهكذا تجربتنا معهم منذ الثمانية وأربعين لحد الآن لا يوجد أخلاق لدى المقاتل العسكر الإسرائيلي من أيام شارون من أيام صبر وشتيلة من أيام دير ياسين من أيام معركة بحر البقر هذا ليس لديهم أخلاق نهائيا أن تدخل كما دخل شارون على صبر وشتيلة يعرف أنه الآن هو مخيم وكل مدنيين النساء عمل مجازر فهم لا يوجد لديهم لا أخلاق عسكرية ولا أخلاق مدنية ولا يتحلوا بأي روح من الرواح التي يتحل بها المواطن العسكري دائما وأبدا نحن أتدرسنا في العلم العسكري أنه في خلال المعارك هناك أسرى وعسكريين وهناك موثاق ومواثيق جنيف تربط أنه أنا أتعامل مع العسكري مش المدني أنا أتعامل مع العسكري باللطف العسكري الجريح جثة العسكري القتيل إذا كان من الطرف الآخر أن أتعامل معه بكل لطف وبكل احترام وأن أحترم البني آدم أن لا تستقوي على الضعيف نعم وحتى أن وقع بالأسر عليك أن تعاملوا بأجمل ما أن تعومل كما عاملت المقاومة أنا والله كنت أتفرج على الأسر الإسرائيليين كانوا جايين من باريس مش من 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 احتقالات أو حاجة يعني ما يفعلوه يعيدنا بالذاكرة إلى ما كانت تفعله داعش فعليا المدنيين بدون أي رحمة سفك الدماء هو رياضة يمارسونها بشكل يومي نعم 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 يعني ننتظر قادم الأيام ماذا سيحصل لكن دائما نتمنى النصر للمقاومة أكيد أكيد ودائما الصمود للأهل في قطع غزة والخزي والعار لهذا الجيش الداعيشي نعم الغاشر الغاشر المجرم نعم بدي أشكر وجدك معنا الخبير العسكري والاستراتيجي ضفالة دابوبي شكرا جزيلا شكرا لك